السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور سراج عبدالله ابو النجا استشاري أمراض القلب والقسطرة بمستشفى دكتور سليمان فقيه بجدة أحب أوجه شكري لإدارة فندق ساعة مكة فيرمنت ثانيا أحب أن أقدم شوية نصايح لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام بما يخص بأمراض القلب أولا لكل مريض قلب يجب عليه أن يأخذ الأدوية اللي هو بيستخدمها دائما ويأخذ معاكم مية كافية لوقت الحج ثانيا يفضل دائما أن يكون معاه تقرير ولو بسيط يفسر حالته في حالة لا سمح الله لو حصل حاجة ثالثا أي مريض حصلته قسطرة أو عملية قلب مفتوح ما ينفع أنه يحج إلا بعد ما يستشير طبيب القلب اللي بيراجع معاه وكل عام أنتم بخير وتقبل الله طاعتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر